السلام عليكم عزائي طلب تعلم الحاسوب وأتمنى تكونوا تمام صح والعافية إن شاء الله بهذا الفيديو رح نتطرق إلى واحدة من الشفرات التي يطلق عليها The Unbreakable Cypher الشفرة الغير قابلة للكسر هذه الشفرة عزائي الطلبة هي شفرة One Time Bad Cypher لماذا سميت بهذا الاسم؟ لماذا سميت بالشفرة الغير قابلة للكسر؟ خلينا ندرس هذه الشفرة ونعرف ليش سميت بهذا الاسم هذه الشفرة عزائي الطلبة هي عبارة عن Vigener Cypher مثل ما تعرفون احنا بالفيديوهات السابق اخذنا شفرة Vigener وشرحناها إذن بما أنه هي عبارة عن Vigener Cypher شنو المميزات اللي خلت هذه الشفرة قابلة للكسر على العكس من شفرة Vigener اللي قدروا يكسروه أعزائي الطلبة أول مميزة هي أن المفتاح الخاص بشفرة One Time Bad هو دائما يساوي النص المراد تشفيره دائما يساوي Plain Text يعني احنا منخذنا Vigener Cypher كان المفتاح في حال ما يساوي Plain Text أقوم بعملية تكرار المفتاح وهي شيء يشوف نصف هالي في بعض المناطق عملية تكرار الحروف فبالتالي سوى ضعف في الشفرة لكن هذه الشفرة دائما عندما تقوم بإنشاء مفتاح لهذه الشفرة لتقوم بالتشفير بهذه الشفرة دائما يجب أن يساوي المفتاح اللي أنت تنشأه طول النص المراد تشفيره أيضا هاي أول ميزة الميزة الأخرى عزائي الطلبة يقول The key must be chosen in the completely random way أن المفتاح أعزائي الطلبة يجب أن يتم اختياره بصورة عشوائية تامة كيف يعني؟ يعني المفتاح لا يكون عبارة عن نص باللغة الإنجليزية أو عبادة عن نغم معين بحيث أنه يكون قريب للأذان ويمكن الشخص اللي يريد يفك التشفير يتنبأ به ويقدر يكتشف المفتاح لا المفتاح بهذه الشفرة هو عبارة عن حروف يتم ترتيبها بصورة عشوائية ما لها أي معنى فبالتالي يكون من الصعب التنبؤ بها من قبل الشخص اللي يريد يكسر الشفرة الميزة الثالثة والأخيرة أنه can only be used once من هذا المفتاح المفتاح يتم استخدامه في هذه الشفرة لمرة واحدة ما ممكن أن تقوم بعملية تشفير لنصين وتستخدم لهم نفس المفتاح لا لازم كل نص تقوم بإنشاء مفتاح خاص به بنفس طول النص بعشوائية تامة وأيضا بعد استخدامك لهذا المفتاح تقوم بعملية تمسيقة وفي حال تريد تشفر مرة أخرى تستخدم مفتاح آخر فهذه مميزات شفرة التي خلتها غير قابلة للكسر لأنه من المستحيل التنبؤ بنص يساوي طول النص المرى التشفير وهذا النص خصوصا إذا كان بصورة عشوائية فسميت بالunbreakable cipher خلونا نشوف طريقة التشفير باستخدام هذه الشفرة قانون التشفير الخاص بها بما أنه هي نفسها شفرة فيجنار مع بعض الإضافات فإذا هو نفس قانون التشفير الخاص بشفرة فيجنار أنه ciphertext حتى حصل عليه أقوم بعملية encryption للplane text هذه عملية الإنكريبشن تنضمن لي لplane text زائد كيلل آي عزاء الطلبة بما أنه موجود بالقانون كيلل آي وهي شفرة فيجنار إذن هذه الشفرة تنتمي إلى الشفرات متعددة الأبجدية اللي شرحناها بالفيديوهات السابقة وقلنا هي تملك مفتاح يتغير مع كل حرف موجود بالنص المفتاح يتغير حتى يقلل التكرار اللي ممكن يحدث بالنص فعزاء الطلبة عملية التشفير تتضمن لي بي زائد الكيلل آي مود الآن مضروبا في باقي القسمة على 26 باعتبار أنه إحنا غالبا رح نستخدم اللغة الإنكليزية فالآن غالبا نساوي لي 26 إلا في حال طالع لغة غير اللغة الإنكليزية فبالتالي نستخدم عدد حروفها ويتغير الآن مع عدد حروف القانون الخاص بيفك التشفير البي يساوي دي عملية ديكريبشن للسي اللي هو سافر تيكست السافر تيكست عزاء الطلبة تتضمن لها العملية سافر تيكست ناقص المفتاح المتغير مضروبا في مود الآن الآن عزاء الطلبة كيف يجيني المثال مثال التشفير عزاء الطلبة يأتيني كالتالي يقول لي إني كريبت الثاني النص للمراء التشفير اللي هو باستخدام شفرة بأنه استخدم شفرة one time but where the key ذا كان المفتاح هو النص اللي أمامنا مثل ما شوفون المفتاح هو عبارة عن حروف مرتبة بصورة عشوائية كل معنى أمائلة فإحنا حتى نقوم بعملية التشفير نسوي الخطوة اللي دائما نسويها نقوم بكتابة حروف الأبجدية الخاصة بينا بما أنه النص لمراء التشفير هو ينتبه للغة الإنجليزية إذن الأبجدية مالتنا هي اللغة الإنجليزية فنكتب الأبجدية مالتنا بالترتيب من الحرف الأول إلى الحرف الأخير بالترتيب ثم نعطيها قيم تبدأ من الصفر حتى الحرف الأخير اللي راح يكون عندي قيمة 25 وشرحنا ليش نبدأ من الصفر وننتهي بالـ 25 الآن عزاء الطلب بعد ما كتبنا لنا بجدية مجرد أنه أقوم بتطبيق القانون بصورة طبيعية الآن نقوم بقانون مالتنا هذا هو ياللي يساوي خلينا نخليه قدامنا هذا القانون عزاء الطلب بما أنه يساوي عملية المجموع القيمة الخاصة بالـ Blaine Text زائد الكيل الآي اللي هي قيمة المفتاح مضروبا في مود الـ N اللي هي كنا تساوينا 26 الآن عزاء الطلب أخلي المفتاح فوق النص المرات التشفيرة حتى شنو؟ حتى كل حرف يكون من النص المرات التشفيرة مقابل الحرف اللي ينفس ترتيبة بالمفتاح فأنا كتبت البلين تيكست ماتي ثم كتبت فوق المفتاح اللي تطانيها بالسؤال الآن الحرف الأول من المفتاح يقابل الحرف الأول من البلين تيكست أو العكس العفو الحرف الأول من البلين تيكست يقابل الحرف الأول من المفتاح الحرف الثاني من البلين تيكست يقابل الحرف الثاني من المفتاح الثالث من البلين تيكست الثالث من المفتاح وهكذا عزاء الطلبة حتى يقابل كل حرف موجود من المفتاح الحرف اللي يساوي في البلين تيكست الآن مجرد أنه أقوم بعملية جمعية عادية للقيم الخاصة بالبلاين تيكس مع القيم الخاصة بالمفتاح وأضربها بمودة 26 أول حرف اللي هو حرف الأي قيمة عزاء الطلبة من أخذها من الجدول ما لألفابة اللي اكتبناه بالبداية ويحتوينا على قيم كل الحروف فعندي حرف الأي عزاء الطلبة اللي هو البلاين تيكس يساوي صفر أقولاً صفر زائد قيمة حرف الكي اللي هو مقابلة حرف الكي قيمة عشرة إذن صفر زائد عشرة راح يكون عشرة مود 26 مود بما أنه قلنا دائماً إذا كان قبل المود أصغر أو جهة اليسرى من المود أصغر من الجهة اليمنى فدائماً راح تساوي الجهة اليسرى فعندي الآن بما أنه العشرة أصغر من 26 إذن راح يساوي نفسه اللي هو عشرة فالحرف اللي قيمت عشرة هو حرف الكي فمثل ما شوفون قمنا بتشفير حرف الأي بالون تايم بات سوالي حرف الكي الآن ننتقل للحرف اللي بعدها حرف تي عزاء طلب حرف تي قيمة من الجدول 19 مع حرف جي عزاء طلب اللي حرف جي قيمة من الجدول حرف جي قيمة 9 فأنا قلت 19 مع 9 راح يساوي لـ 28 إذن عدي 28 مود 26 بما أنه عزاء طلب 28 أكبر من 26 شرحناها بالبداية قلنا نقوم بعملية استخراج الفرق بين 28 و 26 فأنا قلت 28 ناقص 26 راح يطلع عدي اثنين فأثنين هو يا حرف قيمة الثنين اللي هي قيمة حرف السي فمثل ما شوفون حرف تي الأول تم تشفيره بالون تايم بات إلى حرف السي حرف تي الثاني قلنا نشوف حرف تي الثاني قلنا حرف تي قيمة 19 مع الحرف اللي وازي من المفتاح اللي هو حرف اليو أقول 19 زائد قيمة حرف اليو اللي هي جد عزاء طلبة راح تظهر لي راح تظهر لي تي 19 زائد عشر راح تطلع لي 39 ف39 أكبر من 26 فأنا ش راح أسوي أقوم باستخراج الفرق بين 39 مع 26 فأقول أن 39 ناقص 26 راح يكون عدي ناتج 13 عزاء طلبة فay حرف قيمة من جد وراء 13 هو حرف الأن فأقوم بعملية استخراج حرف الأن أو أعفو أقوم بتشفير حرف تي إلى حرف الأن الحرف اللي بعده هو حرف الأي أيضا أعزاء طلبة ولي مقابلة من الكي اللي هو حرف الأي فأقول أن صفر زائد قيمة حرف الأي اللي هي ثمانية صفر زائد ثمانية 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 موجة 26 راح يكون ثمانية أيضا فراح تكون النتيجة هي حرف الأي حرف السي مع حرف الأم عزاء الطلبة حرف السي قيمتها ثنيا زاد حرف الأم اللي قيمتها 12 رح يكون 14 14 مد 16 رح يكون 14 فشفنا أن حرف الأي تم تشفير إلى حرف الأول لأن حرف الأول هو اللي قيمتها 14 وهكذا نفس طريقة التشفير باستخدام شفرة الفيغنر لكن أهم شيء الشروط اللي غيرناها عزاء الطلبة هي أنه مثل ما يشوفون أن المفتاح هو الطانية بصورة عشوائية يتساوى مع طول النص اللي موجود اللي أنا أقوم بعملية التشفير لكن طريقة التشفير هي نفس طريقة بعد ما قمنا بعملية التشفير باستخدام الوان تايم بات سافر أعزاء الطلبة الوان تايم بات سافر بالرغم من أنه هي تقدم لي سيكوريتي عالي جدا في عملية التشفير هناك مشكلتين تعاني منهم هذه الشفرة المشكلة الأولى أعزاء الطلبة أنه من الصعب جدا إنشاء مفاتيح بكميات كثيرة هذه المفاتيح تكون مساوية لطول النص المرات التشفيرة وأيضا تكون عشوائي يعني في حالة أني جيت عندي أكثر من نص أكثر من رسالة وهذه الرسالة مثلا تحتوي على كثير من النصوص أنا من الصعب جدا أقوم بإنشاء مفتاح يحتوي على حروف عشوائية يساوي لطول هذه الرسال لأنه مهما كان العقل قادر على الإبداع أو على الخلق فأنه رح يوصل لمرحلة يقوم بعملية تكرار للمفاتيح فهذا الشي صعب واللي أصعب منه أعزاء الطلبة هي عملية إيصال المفاتيح للطرف الآخر يعني أنا قمت بعملية تشفير باستخدام الوان تايم بات حتى في حال أرسلت الرسالة إلى الشخص المطلوب فإنه في حال شخص اعترض هذه الرسالة بالطريق وجه يصفحها ما رح يقدر يفهم نصها إذن أنا مجبور أيضا أرسل المفتاح لأنه هذا المفتاح هو الشيء الوحيد اللي يسمح الشخص المقابل أنه يقوم بعملية فك تشفير هذه الرسالة فمنه صعب جدا إيصال المفتاح لأنه أنا في حال وصلت المفتاح أعزاء طلبة مع الرسالة الشخص اللي يجد المفتاح رح يقدر يقوم بعملية فك تشفير الرسالة فإذن شن الفائدة إذا كان هناك طريق آمن من البداية لإرسال الرسالة بدون ما يعترضها الشخص ليش أنا أقوم بعملية تشفيرها فهو من البداية أنا أرسل الرسالة بدون تشفير لأنه أعلم أنه ما رح شخص يعترضها لكن أعلم جيدا أن هناك شخص رح يعترض الرسالة فبالتالي رح أضطر أرسل المفتاح وأرسل الرسالة حتى يتغلبون على هذه القضية كانوا أنه يقومون بعملية إرسال الرسالة ثم يجزؤون المفتاح إلى أكثر من جزء ويرسلون المفتاح على أحده حتى يتغلبون على أنه في حال شخص اعترض الرسالة والمفتاح ما رح يقدر يفهم كيف يقوم بعملية التشفير لأنه المفتاح مجزء إلى أكثر من جزء فهذه هي المشكلات اللي تجعل صعوبة التشفير أو صعوبة توصيل هذه الشفرة لكن نسبة الأمان بها هي جدا آلية ألا أنا عزاء الطلبة سواء فك التشفير يقول لي نص مشفر يقول لي قوم بعملية فك تشفيرة باستخدام وأيضا أن طالي المفتاح العشوائي اللي هو قل للروندم كي مثل ما تشوفون هو حبارة عن حروف عزاء الطلبة ما لها كل معنى وحروف عشوائية تساوي لطول النص اللي قمنا بتشفير فالآن أجي أقوم بعملية فك تشفير عادية باستخدام قانون فك التشفير قانون فك التشفير نفسه قانون فك التشفير الخاص بفيجنر اللي كتب أمامنا الآن حتى أقوم بعملية فك التشفير عزاء الطلبة أكتب جدول مالتنا جدول اللي نحن دائما نكتبه اللي يطيني قيم الحروف بعد ما كتبنا الجدول الخاص بينا بالألفابة نقوم بعملية كتابة السايفر تكست اللي طانية بالسؤال ومثل ما سونا بعملية التشفير نكتب فوقال المفتاح بحيث كل حرف من المفتاح يقابل الحرف اللي يساوي بالمرتبة من السايفر تكست فأنا خليت أول حرف مقابل أول حرف من المفتاح أو ثاني حرف مقابل ثاني حرف وثالث حرف مقابل ثالث حرف والخامس مقابل الخامس وهكذا فالآن أقوم باستبدال عملية الجميع بعملية طرح الآن أعدي D اللي هي قيمتها 3 عزاء طلبة ناقص حرف A فأقولا اللي هي من المفتاح 3 من السافر تيكس ناقص 0 من المفتاح رح يكون 3 3 مودي 26 رح يكون 3 فشوف حرف D عزاء طلبة فكان ظهر أنه حرف D نفسه الحرف الثاني حتى أقوم بفك تشفير عزاء طلبة هو خرف F حرف F قيمتها 5 ناقص المفتاح اللي هو حرف B حرف B قيمتها 1 5 ناقص 1 4 4 مودي 26 رح يكون 4 الحرف اللي قيمتها 4 هو حرف E فمثل ما شوفون فكان تشفير حرف F إلى حرف E اللي بعد حرف H عزاء طلب حرف H هو قيمتها 7 ناقص حرف C اللي هو قيمتها 2 7 ناقص 2 5 مودي 26 رح يكون 5 أيضا والخمسة هي قيمة حرف F فمثل ما شوفون أنه حرف H تم فك تشفيره إلى حرف F اللي حرف E بعدها عزاء طلبة أيضا حرف H لكن هالمرة المفتاح اللي حرف المقابلة هو حرف D فنقول حرف H قيمتها 7 ناقص حرف D اللي قيمتها 3 رح يكون 4 و 4 مودي 26 رح يكون 4 أيضا اللي هو حرف E الآن أعدي حرف R عزاء طلبة رح أقول أن حرف R قيمتها 17 ناقص قيمة حرف E اللي هو من المفتاح حرف E عزاء طلبة قيمتها 4 فهي رح يكون عزي 17 ناقص 4 رح يكون 13 13 مودي 26 رح يكون 13 أيضا فهو حرف N فمثل ما شوفون فك تشفير حرف R إلى حرف N الحرف اللي بعدها هو حرف I حرف I قيمتها 8 ناقص حرف F اللي هو قيمتها 5 8 ناقص 5 3 رح يكون حرف D فمثل ما شوفون حرف I فك تشفير حرف R إلى حرف D وهكذا عزاء طلبة مع بعقل الحروف أنه كل حرف عزاء طلبة نقوم بعملية طرحة من الحرف اللي قابلة من المفتاح ثم نستخرج mod 16 في حال عزاء طلبة بما أنه عملية الطرح في حال طرحنا حرف صغير من حرف كبير يعني الحرف اللي طرحناه كانت قيمتها صغيرة مع حرف قيمتها أكبر فرح تظهر النتيجة في السالب في حال ظهرت النتيجة في السالب مجرد أقوم بجمع النتيجة مع 26 قبل أن أضربها في مود 26 يعني الآن في حال طلع لي مثلا ناتج طرح C مثلا نقول C ناقص طلع لي سالب أربعة على سبيل المثال فأقول سالب أربعة زائد 26 رح يطلع لي عزاء طلبة مثلا موجب 22 فأقول موجب 22 مود 26 رح يطلع لي مثلا عزاء طلبة حرف W وهكذا في حال واجهتكم السالب مجرد أنه النتيجة سالبة نجمعها مع 26 ونستخرج mod 26 فهي طريقة التشفير باستخدام عزاء طلبة وطريقة فك التشفيرات منا استفاديتهم من فيديو إن شاء الله أشوفكم في فيديوهات أخرى دمتم في راحة الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر